بدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التحضير في العاصمة الأمريكية لاستئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والذي انطلق قبل أكثر من عام المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن وفد بلاده سوف يمهد للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس الأمريكي جو بايدن في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وستبحث هذه الجولة ألية دعم القوات العراقية في ظل الحديث عن إنهاء مهام القوات الأمريكية القتالية في العراق وألية محاربة تنظيم الدولة والعلاقات المشتركة بين واشنطن وبغداد ومن واشنطن ينضم إلينا زيد بن يمين مراسلنا هناك زيد إذن ما المتوقع من هذه الجولة ولأي درجة يمكن أن يبنى عليها فيما يتعلق بربما الخطوة التالية وهي انسحاب القوات الأمريكية من العراق نعم زاهر طبعا وزير الخارجية العراقي التقى اليوم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بداية لقاءاته في واشنطن تناولى عدد من المواضيع ربما أبرزها الوضع في العراق الوضع الأمني والوضع الصحي وغيرها من القضايا طبعا هذا اللقاء سيعقبه لقاءات أخرى تسبق اللقاء الهام وهو الحوار الرابع بين الطرفين الذي سيعقد يوم الجمعة وكذلك يسبق اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس بايدن ومصطفى الكاظم يوم الاثنين فبالتالي الزيارة هي طويلة وسوف يتم فيها التطرق إلى الكثير من الملفات الأمريكيين يعولون كثيرا على الجولة الحوار الرابعة يريدون أن يستمعون إلى العراقيين خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الجولة تأتي بعد التصعيد الذي تشهده الهجمات خصوصا من حيث مستوى التعقيد داخل العراق باستخدام الطائرات المسيرة منذ أبريل الماضي وبالتالي سوف يكون الملف الأمني مطروحا وفي صدارة نقاط البحث بين الطرفين الولايات المتحدة استبقت هذا اللقاء بالتأكيد على أن عدد جنودها في العراق ليس كبيرا يبلغ 3000 جندي وهم لا يمكن بهذا العدد أن تغير توازنات المنطقة بحسب جوي هود القائم بأعمال ملف الشرق الأوسط مساعد وزير الخارجية لملف الشرق الأوسط أيضا الولايات المتحدة تريد أن تسمع من العراقيين بشأن تحضيراتهم للانتخابات التشريعية التي ستجري في نهاية هذا العام في خريف هذا العام تحديدا ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من مساعدة للعراقيين وكذلك لضمان أن يكون هناك مشاركة واسعة من الجمهور العراقي من الرأي العام في هذه الانتخابات هناك خشية من أن يتكرر ما حدث في الانتخابات الماضية من مقاطعة واسعة قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار داخل العراق النقطة الثالثة سوف تكون الملف الصحي الذي يعود بقوة إلى العراق بين فترة وأخرى مع حرائق المستشفيات وما إلى ذلك جوي هود وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط قال بأن المساعدات الأمريكية في تقديم اللقاحات للعراقيين تقابل بالكثير من العراقيين خصوصا من حيث وصول التطعيمات بسرعة إلى العراقيين اليوم شهدنا رقما قياسيا في أعداد الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبالتالي هناك حاجة لإيصال هذه اللقاحات أو اللقاحات دون عراقيين طبعا لم يتحدث عن التفاصيل ولكن قال أن هناك حاجة لموافقة رسمية عراقية من أكبر الجهات لتسهيل وصول هذه اللقاحات للعراقيين زهر زايد بن يامين من واشنطن شكرا جزيلا